اعتمد مجلس الأمن قراراً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي حتى فبراير 2023 مع توسيعها ووسع القرار الذي تقدمت به بريطانيا حضر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي ليشمل جميع أعضائها بلا استثناء ودان الهجمات العابرة للحدود بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات وأكد القرار على ضرورة إنفاذ حضر الأسلحة وذلك بناء على مقترحات قدمتها الإمارات كما دعت دول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية من جهتها أشادت الحكومة الشرعية بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد وتوسيع العقوبات على جماعة الحوثي معتبرة القرار خطوة إيجابية في طريق الضغط على الجماعة للعودة إلى مسار السلام وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية إن قرار مجلس الأمن سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين وسيساهم في وقف الدعم الإيراني الذي يؤذي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد ترجمة نانسي قنقر